وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن أن فرق الإنقاذ انتشلت صباح اليوم جثث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وثمانية أشخاص آخرين كانوا في المروحية التي تحطمت في شمال غرب البلاد وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كيليوند عبر التلفزيون الرسمي نقلت جثث إلى تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية حيث وقع الحادث معلداً انتهاء عمليات البعث